شبيع شفيع ضبط نفسك يوم القيامة ضبط لنفسك يوم القيامة شفعاء ومن أعظم الشفعاء لك يوم القيامة هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ومن أعظم الصيام طبعا أعظم شفيع لنا يوم القيامة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له الشفاعة العظمى القرآن الكريم يحميك يحميك في الدنيا من كان القرآن رفيقه في الدنيا كان رفيقه عند سكرات الموت كان رفيقه في القبر كان رفيقه عند البعث والحشر وعند تطاير الصحف وكان رفيقه على الميزان وكان رفيقه على الصراط فالهجران الله سبحانه وتعالى هو الغني الله غني عن قراءتك القرآن الكريم والله غني عن اتباعك القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لأنه لا يرضى لعباده الكفر يحثنا ويأمرنا أننا نكون مع الله سبحانه وتعالى طيب في طريقنا في معية الله سبحانه وتعالى لابد أن نكون عندما يكون الإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى والتعلق المطلق بالله سبحانه وتعالى والرضى بالله سبحانه وتعالى والرضى والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى لابد أن يكمل هذا الشيء بشيء عظيم الذي هو التقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسون فالله مع المتقين فإذا أنت ما كنت من المتقين اعلم أنك مع الله سبحانه وتعالى ما أنت من المتقين ما أنت مع الله سبحانه وتعالى خسارة عظيمة خسر الدنيا والآخرة تخيل الواحد إذا شوف اللي ماهو مع الله الذي ليس مع الله سبحانه وتعالى خسر الدنيا والآخرة الثنين والذي مع الله سبحانه وتعالى يكسب الدنيا والآخرة اشتركوا في القناة